لا مذاهب ولا قوميات ولا أديان بعد اليوم لا تمييز بين العراقيين إلا بالعمل هكذا قرر مؤخرا مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعلى الجميع الالتزام فالرجل يريد سنة حسنة تبقى من بعده متوارثة من رئيس إلى رئيس لوأد فتنة كادت أن تطل برأسها على الشعب الذي شبع من المكائد الأمر هذا يتعلق بالكلية العسكرية الأولى ومقرها في الرستمية ببغداد إذ أعلنت أسماء الطلبة المقبولين ضمن الدورة 111 والتي ستبدأ نهاية العام 2020 وكان عددهم 643 طالبا أساسيا بالإضافة إلى 250 طالبا احتياطيا وبموافقة وإمضاء وزير الدفاع جمع عنات سعدون وعمداء الكلية ورئيسها القوائم التي كانت مذيلة بعبارة سري للغاية وجد طريقها للنشر على الملأ وعلى يد وزارة الدفاع نفسها التي أعادت نشر تلك القوائم ولمرتين متتاليتين الأولى وهي التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن القوائم تضمنت حقلا يبين مذهب الطالب المقبول إن كان شيعيا أو سنيا وهو الأمر الذي استدعى تدخلا من الكاظم بنفسه ليوعز برفع هذا الحقل بل وذهب أكثر من ذلك فأمر بمنع أي ما من شأنه تمييز المواطنين العراقيين عن بعضهم توالت بعد ذلك التصريحات التي تندرج ضمن باب التبرير لما حدث من خطأ فمسؤول وزارة الدفاع قالوا إن هذا العرف متبع في العراق منذ العام 2003 والهدف منه ضبط التوازن المكوناتي في دوائر الدولة ومؤسساتها وحتى جامعاتها وهو ما أكدته أيضا لجنة الأمن والدفاع النيابية وأرجعته إلى ما بعد العام 2003 نواب كثيرون تحدثوا عن الموضوع وعلى عجالة مطالبين الحكومة بالتحقيق ومنهم النائب كارم الصيادي الذي اعتبر ما حدث إخلالا بالعرف العسكري وكذلك النائب أحمد الجبوري الذي شدد على التحقيق لكشف المتسببين والدوافع مقربون من الكاظمي أكدوا إن هذا الإعاز لي ينحصر فقط بالوثائق العسكرية بل سيتعداه إلى كل وثائق الدولة الرسمية وسيستبدل بالمناطق الجغرافية فقط ما يدل على توجه راسخ لدى رئيس الوزراء بقطع رأس الطائفية في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر